أشاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمضامين العميقة التي تضمنتها الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الأخيرة التي استضافتها مملكة البحرين وثمن المجلس في هذا السياق دعوة جلالته للمجتمع الدولي لتعزيز التعاون التشريعي والتقني بإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التحصب والتطرف والأرهاب جاء ذلك في مستهل الجلسة الاعتيادية السادسة بالدورة الخامسة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين وإلى الأمتين العربية والإسلامية ضارعا إلى الله تعالى أن يهله على الجميع بالخير واليمني والبركات وأكد أن شهر رمضان المبارك مناسبة عزيزة تبعث في النفوس مشاعر الخير والألفة والتواصل وتعزز في المجتمع انتماءه إلى دينه وهويته وقيمه وعاداته وتقاليده داعيا إلى الاعتصام بتلك الهوية والقيم والعداد والعمل على تكريسها وترسيخها لدعم الاستقرار الاجتماعي في المجتمع وبمناسبة إحياء الأمم المتحدة لليوم الدولي لمكافحة الإسلام وفوبيا حث المجلس المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مسؤول ومنصف للتصدي للحملات الممنهجة لإثارة الكراهية والعنصرية ضد الإسلام والمسلمين بما يعزز قيم التأخي والتعايش بين البشر على اختلاف أديانهم وطوائفهم ومذاهبهم وبما يكرس السلامة في ربوع العالم بعد ذلك بحث المجلس المضوعات المدرجة على جدول أعماله وتخذ بشأنها ما يلزم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر